بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو رح نكمل شرح على موضوع Control Statement وبالتحديد على Selection Statement لاحظ في الفيديو الماضي لما شرحنا أخذنا جملة من جمل Selection Control Statement واللي هي الف اليوم إن شاء الله رح نأخذ عن جملة السويتش شو هي جملة السويتش لاحظ جملة السويتش بتشتغل كالآتي بتقول لك أنا والله بكون في عندي نتيجة معينة نتيجة معينة أو نتيجة حسابية طالة عندي وأنا بناء على هذه النتيجة بشتغل كيف يعني أنا لو تذكر البرنامج كان ماشي عندنا sequential يتنفذ السطر ورا سطر سطر ورا سطر احنا اتفقنا إنه أجد جملة بالفيديو الماضي وخلت بعض الأسطر تتنفذ وبعض الأسطر ما تتنفذ عن شرط معين بس فكرة بتقول لك أنا بتنفذ بناء على نتيجة معينة سواء هاي النتيجة كانت نتيجة مباشرة أنا مباشرة قلت له إذا والله كان في واحد على سبيل المثال نفذ لهذا السطر أو بناء على نتيجة رياضية أو بناء على نتيجة رياضية نوضح الفكرة شوي ونكتب الاستراكشور العام الخاص بالسويتش لو كتبنا سويتش طبعا السويتش كيف بتشتغل السويتش بتقول لك أنا عندي مجموعة من الكيسات أنا عندي مجموعة من الكيسات نفترض أنه عندنا كيس 1 ونفترض أنه عندنا كيس 2 ونفترض أنه عندنا كيس 3 عندنا كيس 3 طيب كيف تشتغل السويتش ستيتمنت فكرة السويتش ستيتمنت كثير بسيطة نقول لك إذا كان في عندك بين هالأقواس بين هالأقواس إذا كان عندك رقم 1 على سبيل المثال بتنفذ عندك الكيس الأول إذا كان عندك الرقم 2 بتنفذ عندك الكيس الثاني إذا كان عندك رقم 3 بين هالأقواس بتنفذ الكيس الثالث طيب لنفترض أنه ما كان عندي لا 1 ولا 2 ولا 3 شو اللي رح يصير عندي هون في هاي الحالة أنا رح أروح على الديفولت في هاي الحالة إني رح أروح على الديفولت طيب في بعض الرولز رح نمشي عليها بالنسبة لموضوع السويتش ستيتمنت لاحظ السويتش ستيتمنت عندي ما بتقبل إلا الأرقام الصحيحة فقط ما بتقبل إلا الأرقام الصحيحة فقط كيف يعني؟ لنفترض أنه انت حبيت هون تحط رقم الفاصل العشرية على سبيل المثال هذا الحكي عندي غلط السويتش ستيتمنت بس بتقبل الأرقام الصحيحة فقط فيك تجرب تعمل شغلة زي هيك يعني تحط انت إكسبريشن كامل 1 زائت 2 مد الثلاث عسبيل المثال فيك تحط إكسبريشن في هالشكل فيك عسبيل المثال تروح تعرف متغير إنتجر X يساوي خمسة على سبيل المثال وتروح تبعث لا هذا البراميتر تبعث بين أقواص عفما تروح تبعث X فيك تعمل شغلة زي هيك يكون عندك متغيرين على سبيل المثال عندك هاي X وهي Y ويساوي 2 وتروح تقول X طرب Y على سبيل المثال زائد 8 وتروح تحط الإكسبريشن في هالمنظر للسويتش طب لو أنت عرفت على سبيل المثال رقم من data type float على سبيل المثال قلت float X وعطته قيمة 1 وعطته قيمة 1 وعطته قيمة 1 وعطته قيمة نجرب المثال على جملة switch ونجرب المثال switch ودخل الرقم 1 هون يقول لي أنت عندك مجموعة من الكيسات لنفترض أنه case 1 شو بعمل؟ بروح بطبع المسج see out على سبيل المثال يقول له case number 1 على سبيل المثال هاي بالإضافة to end line طيب الكيس الثاني شو بروح بعمل؟ نروح نعمل case 2 بروح بقول case number 2 الكيس الثالث بروح بعمل case number 3 على سبيل المثال هس المفروض شو اللي يصير عندي؟ المفروض أنا بس أنفذ البرنامج على control F5 بما أني باعث واحد رح أروح يتنفذ الكيس الأول طيب لو أني باعث اثنين شو رح يصير عندي؟ رح يروح يتنفذ الكيس الثاني لو أني باعث ثلاث رح يروح يتنفذ الكيس الثالث لو أني باعث لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث رح يروح يتنفذ الـ Default أروح أنا وياك مكتب control F5 في هذا الشكل ونشوف ما تقفو عندي على شاشة الكونسول احاف واحاف طبع عندي ثلاث جمل الكيس 1 كيس 2 كيس 3 طيب رح أنا على الـ Default أروح أقول له كي سابيني المثال وأقول له Not Off Range وهي بالإضافة ل End Line كنت رولي في خمسة من جديد أشوفها هكي طبعاً لكل الأسطر الموجودة Case 1, Case 2, Case 3, Not Off Range طيب تقول لما انت حكيتلي قبل شوي إنه إذا بعثت واحد رح يتنفذ بس الكيس الأولاني بقول لك بالضبط أنا هي قلتلك بس في شي نعقص بجملة الـ Switch انت شايفه نعقص من الكيس 1, Case 2, Case 3 بس موجود بالدفولت هذا الإشي الناغذ اللي هو كلمة Break الكلمة هاي جديدة علينا أو رح نشوفها للمرة الأولى شو معنى Break Break معناتها إنه والله إنت طالما وصلت عند الكيس الأول وطبعته خلص روح أعمل Break Break شو وضيفتها? Break وضيفتها تكسر الـ Switch Statement شو يعني تكسر الـ Switch Statement يعني تطلع من بره السكوب هذا خلص في حال إنت والله روحت طبعت Case 1 خلص إنت روحت أعملت Break كيف يعني؟ روح نعمل Ctrl F5 أنا وإياك لهذا الحكي وإحنا مدخلين الـ 1 طبع Case 1 وراه طلع بجملة Break طبعاً هذا الحكي أو جملة Switch Statement راح تغلبك شوي في مسألة الـ Output بجيك سؤال تتبع البرنامج وإنت بتشوف جملة Switch Statement بتشوف الموضوع الصخيف وسهل بس بتلاقي إنك ناسي على سبيل المثال قصة الـ Break ومكمل اطباعه وبتطبع مثلاً Case 1 وهو أصلاً ما فيه Break عندك المفروض انك تطبع كل الجمال هاي فدير بالك من موضوع الـ Break نشوف حالة ثانية لو انا قلت Ctrl F5 على سبيل المثال على نفس هذا الحكي قلنا بطبعنا Case 1 طيب انا روح نجرب ندخل اثنين على سبيل المثال أو ندخل اثنين Ctrl F5 لهذا الحكي راح قللي Case 2 Case 3 Not Off Range طبعاً مش هيك بدي ايشتغل بدي انا مدخل اثنين روح يطبع Case 2 ويوقف فمعناته انا بحاجة لـ Break بحاجة لـ Break بعد Case 2 وبحاجة لـ Break بعد Case 3 لاحظ لو ما سبت Break بعد Case 3 لو ما سبت Break بعد Case 3 راح يروح يطبع Case 3 بالاضافة لـ Default فدير بالك Default مش لما انا ادخل قيمة مش موجودة من بين هالكيسات بروح لي على بروح على Default ممكن ان انا ادخل قيمة موجودة كيس 3 على سبيل المثال ويروح لي برضو على Default ليش؟ لانه ما تركت بريك بناتهم ما تركت بريك بناتهم لو رحت والله هسه دخلت على سبيل المثال قلت له 15 بهذا الشكل قلت له 5 قل لي انه Not Off Range في كمان شغلي حاب انا انبهك عليها في حال والله اجاك سؤالك الاتي انت بتشوف متغير بتقول انتجار x على سبيل المثال وهال x والله الانيشال فالو تبعته بخمسة شوفت شغلي في المنظر هذا قلت x رحنا قسمناها على 2 هذا الحكي انت ممكن تقول انه والله Error ما بيصير لانه حاصل القسمة رح يعطيني 2.5 لانه 5 يقسمها على 2 2.5 مش هيك وهذا الحكي غلط ما بيضبطش ال Switch Statement يكون فيها ارقام كسرية بيقولك في حال انت حاول تتحادق وتسوي حالك يعني انه تضبط الكسور هنا ما رح يعترض هاي الحالة او الكيس الوحيدة اللي ما بيعطرض عليها ال Switch Statement ما بيعطرض عليها ال Switch Statement ولا شو يصير عندي هون هون اللي بيصير كالاتي بيقسم الخمسة على 2 والوضع طبيعي الناجج بعطيني 2.5 بس هون بيهمل الجزء الكسري يعني بتصفي عندي قديش بتصفي عندي 2 لو عمل Ctrl F5 لهذا الحكي رح يقولي والله انه انا Fcase 2 انا Fcase 2 دير بالك من هذا الحكي طيب بتقولي طب ما تبعطي error بقولك اه لما انت هون تجي بصريحة العبارة تعطي 2 بصورة كسرية او بدل ما تكون باعث X والله تبعث float وتقول له والله X على سبيل المثال float X في كل بساطة هاي كانت ال switch statement نروح نشوف اخر مفاعل عليها قبل ما ننهي هذا الفيديو في بعض الاحيان جملة switch statement ما بتوخد عندي نتيجة رقم او حاصل عملية معينة تكون بالارقام بعض الاحيان بتوخد حرف كيف يعني؟ لو انا رح تعرفتلك data type char وقلتلك C عسل الميزان و رح تعطيته الحرف A بالاضافة ل ممكن ال switch statement تستقبل هذا الكاركتر ممكن ال switch statement عندي تستقبل هذا الكاركتر والامور طبيعية وبالكيسات شو بقول؟ هل بقول كيس 1 كيس 2 كيس 3؟ لا بقول الكيس A على سبيل المثال لو انت والله روحت كان هذا الكاركتر A شو اللي تروح تعمله؟ تروح اعمل Cout على سبيل المثال شغلي معينة وهو والله اطبع مثلا كيس A على سبيل المثال كيس A بالاضافة ل end line طبعا بعد ما اتخلص كل كيس ما تنسى انك تروح تعمل break ما تنسى انك تروح تعمل break وبود اقول له والله على سبيل المثال كيس B عفوا single code كيس B انك تروح والله تعمل Cout ل كيس من ضربية بالاضافة ل end line طبعا ما تنسى break وممكن والله تروح تخط default انك تروح تعمل cout not a french cout not a french والله قال لي not a french لاحظ انت هون العملية عندي شوي sensitive كل حرف انه له رقم تخزيني يميز عن اي حرف موجود على سبيل المثال عندي والله ال capital له رقم معين ال small له رقم معين هذا الحكي كله بندرج تحت شي مسميه احنا ال ask code رح نتعرق عليه ان شاء الله بالفيديوهات الجاي بس اللهم بديك تعرف انه والله ال a capital له رقم تخزيني بيختلف عن a small فانه انت لو روح تدخلت a capital مش معناتي وانه والله انت هون دخلت a small اخر الشغل بدينا بهك عليها واللي هي بخصوص ال switch statement ما بتتعامل بالرنج كيف يعني؟ يعني انت والله يقلت له انتجار x وروح اخدت هاي ال x عن طريق cn عملت cn لل x وروح اتبعت هاي ال x لل switch statement وحكيت له والله اذا دخل هذا ال x كانت من 1 ل 10 روح اعمل cout case 1 اذا كانت من 1 ل 5 روح اطع ل case b موضوع الرنجات ما بزبط معي بال switch statement يعني اقول له انا والله من 1 ل 10 ما بزبط معي بال switch statement طيب كيف انا بدي احل موضوع الرنج بال switch statement اه هون انت ما اليك خيار الا والله تعطي case 1 و case 2 و case 3 نفس الحل يعني كيف case 1 و case 3 يعني لو انا قلت لك شغلة فالمنظر والله بدي اقول لك اذا عندك طبعت case 1 و case 2 و case 3 و 4 و 5 اعطيني مثلا see out case من 1 ل 5 اطبع لي هذا المسج كيف ممكن انا اعمل شغلة زي هيك اه والله هون بدي اشتغل انا في شغلة بداية شوي كيف يعني انه نقول له case 1 واسيبه واقول له case 2 مع النقطتين واقول case 3 بدي ابقى في النقطتين و case 2 طورة عسيبه المثال و نقطتين وهي case طيب 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 والله هذا الحكي بروح احط break بروح احط break طيب see out اتبعتك انت وين راح تحطها اه والله اخر case بقدر اقول له see out case من 1 ل 5 لو اعملت control 5 لهذا الحكي و ادخلت له 2 عسيبه المثال هيعطيك case من 1 ل 5 ليش؟ لان والله هون لقى case 2 ما لقى عندها break نزل عالكيس الثاني ما لقى عندها break نزل عالكيس الثالثة ما لقى break نزل عالخامسة طباحة ولقى عندها break فوقف هاي فكرة ال switch statement وهاي معظم التركات الممكن تيجي عندك على جملة switch statement بالنسبة للرنج لغة C++ ما تدعم هذا الحكي في عندي الكوتلن بتدعم قصة الرنجات يعني اذا بدك والله كيس من 1 ل 5 بس اللغة الكوتلن بتسمي جملة switch كانها جملة win statement ما لهم من هذا الحكي وصلا الله ما في لغات بتدعم موضوع الرنج الله يعطيكم ألف عافية السلام عليكم اشتركوا في القناة